اهلا بكم في برنامج آية في حكاية يعني ربنا استجاب للطلبة بتاعته يمكن قاية دي مشهورة كتير يعني بس يمكن برضو بعضنا ممكن يكون ما يعرفش مين هو يا عبيس يا عبيس ده معنى الاسم يعني الانسان المقدر المقدر يعني الانسان يعني زي المجرب او لحد كده سبب نكد يعني او تعب لانه هو بيقال ان الام وهي بتولده ابو مات فبسبب انه هو الاب مات فيه وقت ولادته يعني فامه سمته المقدر يا عبيس فكان الاسم صعب طبعا ده بيورينا بيلفت نظرنا خطورة تسميت اولادنا وخطورة كمان الحاجات اللي احنا بنلقب بيها الاطفال يعني الطفل بصغير اوقات كتير بنشتم ولادنا اوقات كتير بنكلم عليهم الفاظ بطريقة جارحة فدي بتخلي العيال بعد كده تهذ الثقة في النفس بتاعتهم وتحسسهم انهم اقل من الاخرين وتحسسهم ان دي الصورة الطبيعية بتاعتهم طالما في الاسرة بيقولولي كده بقى ده الوضع الطبيعي بتاعي فخط خطيرة طبعا جدا لكن عاوزين نتعلم من يا عبيس ازاي تجاوز ضعف الطفولة ازاي تجاوز عار الاسم ازاي تجاوز حاجة هو ما له الزنب فيها بس هي اتفرضت عليه وتحطت عليه يمكن يكون كان اصحابه بيترياءه عليه كل شوية يا عبيس ده المقدر انت سبب النكد وسبب التعب لأهلك وحاجات زي كده لكن هو حط كل اتكاله على ربنا وحط كل رجاءه فالله واكتهد في حياته وطلب الطلبة دي من ربنا قاله لايتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني الحاجة الجميلة هنا ان هو طلبة الاساسية عندنا مع البركة هو ان ربنا يحفظه من الشر يعني يحفظه من الخطيئة من الحاجة الغلط عاوز انسان يعيش مع ربنا عاوز يكتهد ان حياته كلها تبقى مع ربنا فأهم حاجة ربنا يحفظه منها هي الشر فعشان كده كتابي المقدس بيقول فأتاها الله بما سأل ربنا اداله الطلبة بتاعته والاستجابة بتاعته لما لقى انسان تجاوذ الضعف بتاعه والعر بتاع الطفولة بتاعته وما ألقاش الزنب على كل اللي حواليه وقال ما هو كل المشاكل اللي أنا فيها والتعب اللي أنا فيه سببه أهلي وأسرتي وإخواتي وجراني وصحابي والناس اللي حواليه لا هو حط كل رجاءه في ربنا وكل اتكاله على ربنا فربنا اداله البركة الحلوة دي والنعمة الحلوة دي وكلمة جميلة أطاها الله بمساء الاستجاب ربنا للطلبة الجميلة بتاعته اللي أنا في أخبار الأيام الأول صح 4 أي 10 لا يتكتب يا ركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر